إذا عرف أنت بقى رأيك في مباراة مبارح الأهلي وبارني مينخ نصف نهائي كاس العالم للأندية بصي المباراة دي بالتحديد خدت كلام كتير قوي سواء قبل المباراة أو بعد المباراة إحنا عايزين بس نقسم الموضوع شوية كده تأسيمة بسيطة يعني إحنا عايزين نقول للنادي الأهلي حصوله على بطولة أبطال إفريقيا اللي هي بوجبها وصل لكاس العالم الأندية ده في حد ذاته إنجاز تتعامل في ظل بطولة استثنائية خدت فترة كبيرة يمكن أطول البطولات اللي تأخذت من ناحية الوقت هاتف من أكتر من سنة المسلم بتاعها أكتر من سنة عشان نوصل للنهائي مر النادي الأهلي بمطبط كتير فيها والحمد لله قدر يحصل على البطولة بعد ما فاز على المنافس التقليدي في المباراة الشهيرة الأخيرة طبعا النهاية الإفريقي فده إنجاز. الإنجاز الثاني هو وصول النادي الأهلي لكاس عالم الأندية لمرة الستة بعد ست مرات دي كتير قوي بالنسبة لنادي النادي الأهلي عامل ريكورد في الحتة دي كتير من أندية العالم سواء محلية أو دولية ومنية حياتها إنها تروح مرة واحدة تشارك في كاس عالم الأندية فده في حد ذاته إنجاز كبير جدا الإنجاز الثالث 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 دلوقتي كمان أن أنت تكسب المباراة الأولين بتطلع السيمي فاينال مع بطل أبطال العالم اللي هو المتربع العرش الكرة دلوقتي باير مينيك أقوى فرقة في العالم دلوقتي من حيث البطولات والنتائج والأفراد مسيطارين يا كابت لعبة على مستوى عالي وعندهم أحسن لعب في العالم يعني تتكلمي على حاجة جمدة قوي